بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف السابع أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم الوحدة الحادية عشرة الدوائر الكهربائية الدرس بعنوان ما العلاقة بين الطيار الكهربائي وفرق الجهد الكهربائي والمقاومة الجزء الثاني أهداف الدرس في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن أولا يوضح تأثير فرق الجهد الكهربائي على شدة التيار الكهربائي في دائرة كهربائية اثنين يوضح تأثير المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي في دائرة كهربائية نبدأ أعزائي الطلاب التهيئة أشياء تعلمتها للدوائر الكهربائية البسيطة عناصر أساسية أهمها كما طرى عزيز الطالب في الصورة التي أمامك أولا البطارية وهي مصدر فرق الجهد ثانيا المقاومة وهي مقاومة كهربائية وتتمثل في المصباح ثالثا أسلاك أسلاك موصلة للتيار الكهربائي رابعا المفتاح وهو مفتاح لغلق وفتح الدائرة الكهربائية ولكن أعزائي الطلاب يسري طيار كهربائي في الدائرة الكهربائية إذا كانت مغلقة وينقطع الطيار الكهربائي إذا كانت الدائرة مفتوحة ننتقل أعزائي الطلاب إلى نشاط افتتاحي اختبر معلوماتك توقع أي البطاقات التالية تحتوي على معلومة صحيحة ثم ضعها في قائمة المعلومات الصحيحة كما ترى في الشكل الذي أمامك ثم اكتب العبارات الصحيحة في دفترك والآن أعزائي الطلاب سنعرض عليكم البطاقات البطاقة الأولى المواد اللافلزية تسمح بمرور التيار الكهربائي من خلالها بسهولة البطاقة الثانية اللافلزات تسمح بوجود كهرباء ساكنة عليها ولا تسمح بمرور التيار الكهربائي البطاقة الثالثة تستخدم أسلاك النحاس في الدوائر الكهربائية لأن التيار الكهربائي يمر خلالها بصعوبة دون خطر البطاقة الرابعة البطارية تزود الدائرة الكهربائية بالطاقة اللازمة لسريان التيار الكهربائي وهنا سنضع قائمة المعلومات الصحيحة كما ترى عزيز الطالب فالبطاقة الثانية صحيحة أن اللافلزات تسمح بوجود كهرباء ساكنة عليها ولا تسمح بمرور التيار الكهربائي أيضا البطاقة الرابعة البطارية تزود الدائرة الكهربائية بالطاقة اللازمة لسريان التيار الكهربائي أما كل من البطاقة الأولى والبطاقة الثالثة فكلاهما غير صحيح وهنا أعزائي الطلاب للتذكير هل تتحرك جسيمات الذرة؟ أولا جسيمات الذرة عبارة عن نيترونات، بروتونات، وإلكترونات النيترونات، النيترونات لا تحمل شحنة كهربائية وتوجد في النواة وهي مقيدة الحركة أما البروتونات تحمل شحنة موجبة وتوجد في النواة وهي أيضا مقيدة الحركة أما الإلكترونات فهي تحمل شحنة سالبة وتوجد خارج النواة وتتحرك بسهولة في الفلزات وفي جميع الاتجاهات عندما تتحرك الإلكترونات بشكل منتظم في الفلزات يتكون تيار كهربائي وجود البطارية عزاء الطلاب يؤدي إلى تحريك الإلكترونات بشكل منتظم ننتقل أعزائي الطلاب إلى نشاط استقصائي واحد العلاقة بين فرق الجهد والتيار الكهربائي بالاعتماد على المعمل الافتراضي في موقع فت كولورادو نفذ خطوات النشاط التالي أولاً قم بتوصيل دائرة كهربائية تحتوي على أسلاك ومصباح ومفتاح وأميتر ثم سجل ملاحظاتك ثانياً قم بغلق المفتاح ماذا تلاحظ؟ هل تغيرت قراءة الأميتر؟ ثالثاً قم بفتح المفتاح ثم أضف خلية كهربائية واحدة ثم أغلق المفتاح ماذا تلاحظ؟ هل تغيرت قراءة الأميتر؟ وأخيراً قم بتكرار الخطوة السابقة لكن بإضافة خلية ثانية ثم خلية ثالثة وسجل ملاحظاتك هل تتغير سرعة حركة الإلكترونات؟ وكيف تتغير الإضاءة؟ لاحظ المشهد التوضيحي التالي دعونا هنا ندرس العلاقة بين فرق الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي لاحظنا عندنا هذه الدائرة الكهربائية تحتوي على مصباح وأميتر يقرأ لنا قيمة التيار الدائرة مفتوحة قراءة الأميتر صفر أي أنه لا يوجد تيار كهربائي الدائرة مفتوحة أغلقنا الدائرة وما زال التيار كهربائي صفر لماذا يا ترى؟ نعم بسبب عدم وجود مصدر فرق جهد أو الخلية أو البطارية دعونا الآن نلاحظ لو أضفنا بطارية واحدة مصدر فرق جهد عبارة عن خلية واحدة خلية كهربائية أغلقنا الدائرة الكهربائية قيمة التيار هنا تسعة بعشر أمبير والإضاءة كما نلاحظها موجودة هذا دليل سيرايان تيار كهربائي يا ترى هل يتغير قيمة التيار كهربائي لو غيرنا أو زدنا عدد الخلية الكهربائية لاحظ هنا خلية ثانية أي أننا قمنا بزيادة قيمة فرق الجهد زادت الإضاءة وتضاعفت قيمة التيار كهربائي واحدة ثمانية بعشر أمبير إذن كلما زدنا عدد الخلايا كما لاحظنا تزيد قيمة التيار الكهربائي علاقة طردية بين قيمة فرق الجهد المتمثل بعدد الخلايا وقيمة التيار لاحظ هنا خلية ثالثة ازدادت شدة الإضاءة وازدادت قيمة التيار الكهربائي بعد أن شاهدنا أعزائي الطلاب المشهد التوضيحي ننتقل إلى أسئلة المتابعة السؤال الأول كيف نستدل على وجود تيار كهربائي في الدائرة الكهربائية نعم أعزائي الطلاب أولا من خلال ملاحظة وجود قراءة للأميتر وأيضا أسمعكم أعزائي الطلاب من خلال ملاحظة إضاءة المصباح السؤال الثاني في أي الحالات كانت قراءة الأميتر سفرا وعلى ماذا يدل ذلك نعم أعزائي الطلاب عند عدم وجود خلية كهربائية أي البطارية وعندما تكون الدائرة مفتوحة ويدل ذلك على عدم سريان تيار كهربائي في الدائرة الكهربائية السؤال الثالث ما تأثير إضافة الخلايا الكهربائية على شدة التيار نعم أعزائي الطلاب كلما زاد عدد الخلايا يزيد فرق الجهد الكهربائي فتزيد شدة التيار ويظهر ذلك من خلال ازدياد شدة الإضاءة ما زلنا أعزائي الطلاب مع أسئلة المتابعة سؤال رابع هل تتغير سرعة حركة الشحنات الكهربائية عند إضافة الخلايا الكهربائية أي البطارية؟ اشرح إجابتك نعم أعزائي الطلاب نعم تتغير لما أضفنا المزيد من الخلايا نلاحظ ازدياد سرعة حركة الشحنات سؤال الخامس ما وحدة قياس كل من شدة التيار وفرق الجهد الكهربائي؟ ممتاز أعزائي الطلاب وحدة قياس شدة التيار أمبير ووحدة قياس فرق الجهد الفولت وهنا نصل أعزائي الطلاب إلى هذا ما تعلمته في الدوائر الكهربائية أولا شدة التيار الكهربائي تعبر عن معدل سريان الشحنات الكهربائية وتقاز بوحدة الأمبير ثانيا تعمل الخلايا الكهربائية أي البطاريات على توفير الطاقة اللازمة لسريان التيار الكهربائي بوجود فرق الجهد بين قطبيها ثالثا تعتمد قيمة شدة التيار الكهربائي على قيمة فرق الجهد كلما زاد فرق الجهد زادت قيمة شدة التيار ننتقل أعزائي الطلاب إلى نشاط استقصائي اثنين العلاقة بين المقاومة الكهربائية والتيار الكهربائي بالاعتماد على المعمل الافتراضي في موقع فت كولورادو نفذ خطوات النشاط التالي أولا قم بتكوين دائرة كهربائية تحتوي على خلية واحدة ومصباح كهربائي واحد سجل قيمة التيار الذي يمر في الدائرة الكهربائية ثانيا قم بفتح الدائرة الكهربائية وبإضافة المزيد من المصابيح ثم أغلقها وسجل قراءة الأميتر بعد كل مرة تضيف فيها مصباحا ماذا تلاحظ؟ لاحظ عزيز الطالب المشهد التوضيحي التالي في هذه التجربة سندرس العلاقة بين التيار الكهربائي والمقاومة الكهربائية أو تأثير المقاومة الكهربائية على التيار الكهربائي المقاومة متمثلة بالمصابيح كل مصباح من هذه المصابيح يمثل مقاومة كهربائية مقدارها 6 أوم سنلاحظ الفرق بين إضافة مصباح واحد ومصباحين وثلاثة مصابيح نحظ الحالة الأولى هنا عندنا مصباح واحد أضفناه إلى دائرة كهربائية تحتوي على خلية تعطي 18 فولت لاحظ الإضاءة ما زال تيار صفر لأن الدائرة مفتوعة نحظ هنا عندما أغلقنا المفتاح الإضاءة قوية وقيمة التيار الكهربائي 3 أمبير عندما كان مصباح واحد مقاومة قليلة كانت قيمة التيار 3 أمبير دعونا نلاحظ الآن عند إضافة مصباح ثاني هل سيتتغير قيمة التيار وهل ستتأثر الإضاءة؟ دعونا نلاحظ الآن عندنا مصباحان كل مصباح يمثل مقاومة 6 أم المقاومة الكلية 12 أم لاحظ قيمة التيار الكهربائي قلت من 3 أمبير إلى 1.5 أمبير أي أنه عند إضافة المزيد من المصابيح تقل قيمة التيار الكهربائي تناسب عكسي بين المقاومة الكهربائية والتيار الكهربائي لاحظ هنا سنضيف مصباحا ثالثا ونؤكد المعلومة السابقة لاحظ الآن ثلاثة مصابيح قيمة التيار كم ستصبح يا ترى لاحظ وكيف ستتأثر الإضاءة؟ لاحظ الإضاءة ضعيفة وقيمة التيار قلت من 3 أمبير إلى 1 أمبير بعد أن تعرفنا أعزائي الطلاب على المشهد التوضيحي ننتقل إلى أسئلات المتابعة السؤال الأول أي أجزاء الدائرة الكهربائية يمثل المقاومة الكهربائية وما وحدة قياسها؟ ممتاز أعزائي الطلاب كما تعرفنا المصابيح تمثل المقاومة الكهربائية ووحدة قياس المقاومة أوم السؤال الثاني في أي الحالات كانت قيمة شدة التيار أكبر ما يمكن؟ ممتاز أعزائي الطلاب عند استخدام مصباح واحد حيث كانت أقل مقاومة كهربائية السؤال الثالث سفل علاقة بين قيمة شدة التيار الكهربائي والمقاومة الكهربائية في دائرة كهربائية ممتاز أعزائي الطلاب كلما كانت المقاومة أكبر كانت شدة التيار أقل أي أنها علاقة عكسية السؤال الخامس اقترح طريقة لزيادة قيمة التيار الكهربائي عند استخدام عدد أكبر من المصابيح ممتاز أعزائي الطلاب زيادة قيمة فرق الجهد من خلال استخدام بطارية أقوى أو زيادة عدد الخلايا الكهربائية وهنا أعزائي الطلاب كما تلاحظ في الشكل أربعة إحداشر الموجود بالكتاب المدرسي صفحة 62 سنتعرف لماذا يضيء المصباح كما ترى عزيز الطالب في الدائرة الكهربائية البسيطة الموضحة أمامك تتحرك الشحنات في السلك وتتصادم مع بعضها ومع ذرات السلك ثم تتولى الطاقة حرارية في السلك بسبب التصادمات فتزيد طاقة الذرات في السلك فيتوهج ونلاحظ الإضاءة وهنا نصل أعزائي الطلاب إلى ملخص الدرس أولا شدة التيار الكهربائي تعبر عن معدل سريان الشحنات الكهربائية في المادة ثانيا تعمل الخلايا الكهربائية أي البطاريات على توفير الطاقة اللازمة لسريان التيار الكهربائي بوجود فرق الجهد بين قضيها ثالثا المقاومة الكهربائية تنتج بسبب تصادم الشحنات مع ذرات المادة رابعا وحدات القياس فرق الجهد الفولت شدة التيار الكهربائي أمبير المقاومة الكهربائية أوم يتناسب التيار الكهربائي ترديا مع فرق الجهد الكهربائي ويتناسب التيار الكهربائي عكسيا مع المقاومة الكهربائية والآن أعزائي الطلاب التقويم ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي السؤال الأول ما الذي يمثله المصباح في الدائرة الكهربائية التيار الكهربائي أم المقاومة الكهربائية أم فرق الجهد الكهربائي أم مفتاح يتحكم بالدائرة الكهربائية نعم أعزائي الطلاب المقاومة الكهربائية السؤال الثاني أي العبارات التالية تصف العلاقة بين فرق الجهد والتيار الكهربائي بشكل صحيح؟ أولا إذا زاد فرق الجهد يقل التيار الكهربائي أم إذا زاد فرق الجهد يزيد التيار الكهربائي أم إذا قل فرق الجهد يزيد التيار الكهربائي أم لا توجد علاقة يمكن توقوها بين فرق الجهد والتيار الكهربائي ممتاز أعزائي الطلاب إذا زاد فرق الجهد يزيد التيار الكهربائي أي علاقة طردية السؤال الثالث أي العبارات تصف العلاقة بين التيار الكهربائي والمقاومة الكهربائية بشكل صحيح؟ إذا زادت المقاومة يقل التيار الكهربائي أم إذا زادت المقاومة يزيد التيار الكهربائي أم إذا قلت المقاومة يقل التيار الكهربائي أم لا توجد علاقة يمكن توقعها بين المقاومة الكهربائية والتيار الكهربائي ممتاز أعزائي الطلاب إذا زادت المقاومة يقل التيار الكهربائي أي علاقة عكسية وهنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية درسنا مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح